السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء من احنا موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع الصفر الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع لما خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. وكانت عملية التقديم واللوبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وتم علينا انفازين في هذه الفرصة ان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم واللوبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. اضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس ويردع عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب نوي كمان روابط جروبتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقي موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خدينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة التطوع ممولة بالكامل. تمام كده الفرصة اللي عندنا النهاردة هي فرصة التطوع ممولة بالكامل في دولة المانيا في مدينة سار بروكن. تمام? دي المدينة اللي موجود فيها التدريب ودي الدولة اللي موجود فيها التطوع او التدريب. وطبعا فرصة التطوع بتكون يعني حاجة ممتازة جدا. وده لانها بتقبل يعني معظم الاشخاص من جميع المراحل زي ما هنتكلم دلوقتي. الجهة المانحة المقدمة لازين المنحة هي مؤسسة اسمها اس اتش جي جروب. تمام? دي المؤسسة اللي مقدمة المنحة. وهنا في ملاحظة ان هذه الفرصة متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين من اي تخصص. يعني لو انت دلوقتي بتدرس بكالوريوس ماجستير دكتورا اه متخرج خلاص وانهية الدراسة وبتشتغل تقدر تقدم في الفرصة ما فيش وجود اي مشكلة. حتى لو برضو متخرج من مرحلة دراسية مختلفة سنوية عامة مثلا بكالوريا تقدر تقدم على فرصة ملهاش ارتباط بالمرحلة الدراسية. فده اللي بيميز برضو الفرصة هنا. كمان الفرصة دي لا تحتاج شارط لغة انجليزية عند التقديم. يعنيش محتاجين منك اي شارط لغة انجليزية زي ايلت ستويفل او اي شهد. لا. هم مش طالبين اي شارط اثبات لغة انجليزية في عملية التالي. طيب شرح الفرصة هي ايه بقى? يعني احنا دلوقتي يقولن المؤسسة هي دي. طيب المؤسسة دي ايه? المؤسسة دي مهتمة بالرعاية والصحة. تمام? وليها شراكة مع مؤسسات كتيرة جدا. فبيقول لك هذه الفرصة متاحة لاي شخص مهتم بالعمل في الرعاية الصحية والتمريد. في العيادات والمستشفيات التابعة للمؤسسة المانحة. اللي هي المستشفيات والعيادات التابعة اللي هي مؤسسة تمام? ويه مؤسسات وليها مستشفيات داخل المانيا. وكمان في دولة فرنسا. تمام? يبقى لها مؤسسات في المانيا وكمان في فرنسا. وكمان الفرصة دي مش محتاجة منك اي خبرة. يعني مش محتاج ان الشخص يكون خريج تمريد او خريج طب او بيعرف فيه الرعاية الصحية لا. لان هيكون في هنا تدريب عندنا قبل بدء العمل التطوعي. فبالتالي انت هتاخد الخبرة من خلال التدريب. فهنا مش زاكرين ان لازم يكون الشخص عنده خبرة سابقة في هذا المجال. من ضمن الحاجات اللي انت لازم تهتم بيها او اللي هتكون آآ هيكون فيها العمل التطوعي في هذه الفرصة هي اعطاء الرعاية الصحية للمرضى وكبار السن. تمام? يبقى الموضوع كله في هذه الفرصة متمركز حوالين ان هيكون فيه اهتمام بالرعاية الصحية والتمريد في مستشفيات وعيادات. وهيكون فيه اعطاء الرعاية الصحية للمرضى وكبار السن. ده بالنسبة للمهمة اللي انت هتعملها هناك. طيب بالنسبة للتمويل اللي هتوفره لك المؤسسة دي هتوفر لك اول حاجة تذاكر الطيارة من بلدك الى المانيا مجانا تمام كل اه مصاريف التذكرة يعني زهاب وعودة هتوفره لك على حساب اه المنحة كمان هيكون في عندنا سكن ممتاز جدا مع متطوعين اخرين وسوف يكون لك غرفة خاصة لك مع مطبخ يعني هيكون زي بيت مشترك مع متطوعين اخرين هيكون في بيت مشترك مع مثلا تلات اربع متطوعين اخرين وكل شخص فيهم هيكون لي غرفة مع طبعا انترنت وحاجات هتكون مزودة في هذا السكن هيكون في كمان مصروف جيب شهري مئة وتلاتين يورو هتاخد مصروف اه شهري ليك تمام زي بوكت موني كده وكمان هيكون في مصروف شهري لتكلف المعيشة لو احتاجت اي شيء اخر اضافي مثلا اه وجبات طعام احتاجتها اه اضافية مثلا اه اي اشياء اضافية انت محتاجها هتاخدها من التلتميت يورو دي بيوفرها لك عشان اي اشياء اخرى انت محتاجها والمئة وتلاتين يورو دي بس كبوكت موني يعني كتعويض ليك عن الشغل اللي انت بتشتغل تمام كمان هيكون فيه وجبات طعام اثناء العمل التطوعي اللي انت هتعمله اثناء اللي هو الوقت العمل بتاعك هيكون فيه وجبات اثناء الراحة هتاخد وجبات طعام مجانا كمان هيكون فيه تذكر الطيران بين المانيا وفرنسا في حالة اذا كان هناك تدريب او عمل تطوعية في فرنسا هيكون ليك تذكر الطيران على حساب المنحة على حساب المؤسسة ما بين المانيا وفرنسا تمام كده كمان هيكون زي ما اذكره على موقعهم الرسمي فيه اه بطاقة مواصلات للتنقلات الداخلية في المانيا واضافة الى ذلك التدريب قبل بدء البرنامج هيكون فيه تدريب على العمل التطوعي ده وعلى الرعاية الصحية والتمريد قبل ما تبدأ اه العمل التطوعي بشكل رسمي شروط المنحة بركز معا في الشروط كويس اوي اول حاجة ان تكون معك جنسية احد الدول التالية الدول المتاح لها التقديم في هذه الفرصة مش كل الدول هي مجموعة دول معينة الدول العربية المتاح لها التقديم هي مصر الاردن لبنان المغرب فلسطين سوريا تونس ليبيا الجزائر دي الدول العربية المتاح لها التقديم كمان بالاضافة اه موريتانيا متاح لها التقديم سنت اضيفة هنا ولكن كمان موريتانيا متاح لها التقديم في هذه الفرصة ايضا. بديء الدول العربية المتاح لها التقديم في هذه الفرصة اي دولة غير كده تقدرش يعني تقدم عليها ولو انت مقيم في دولة يعني لو انت جنسيتك مثلا مصري ومقيم في السعودية بتقدر تقدم عادي. اهم حاجة ان تكون جنسيتك من احد هذه الدول المتاح لها التقديم. كمان يجب ان لا تجاوز عمر الشخص تلاتين سنة عند التقديم. عمرك ما يعديش التلاتين سنة. تمام? عشان تقدر تقدم في هذه الفرصة. كمان يجب ان يكون لديك معرفة بسيطة باللغة الالمانية. على الاقل مستوى اي تو. يجب اللي انت يكون معاك على الاقل مستوى اي تو في اللغة الالمانية. عشان بس يناك لما تروح تتكلم معهم شوية تبقى عارف يعني شوية كلمات. آآ ولكن على فكرة يعني في ناس كتير مش هيبقى معها هذا المستوى او ما بتكونش بتعرف اللغة الالمانية. الموضوع بسيط يا جماعة. لان آآ يعني انت تقدر انك توصل للمستوى ده بسهولة جدا. ممكن تاخد لك شهرين تلاتة وتتعلم وتوصل لمستوى اي تو. تمام? فبالتالي انت لو تقبلت في الفرصة دي ممكن تاخد لك فترة وتتعلم فيها اللغة الالمانية. او ممكن حتى تبدأ التعلم اللغة الالمانية من دلوقتي. بحيس انك تجهز نفسك سواء للفرصة دي او لفرص اخرى. فبالتالي الموضوع من الصعبي. يعني مستوى اي تو ده مستوى بسيط للناس اللي هي اصلا ما عندهاش اللغة الالمانية. طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة في هزي الفرصة. مطلوب من حضرتك بتاعك السيرة الزاتية. والافضل يكون طبعا على الطريل الاوروبية. عشان انت بتقدم لدولة اوروبية هنا. تاني حاجة تكتب مقالات المطلوبة في المنحة في المنحة. اتلاقي مجموعة مقالات تهتم بها وتكتبها بشكل كويس. كمان ملا تقديم للمنحة. وكتابة خطاب النية ايضا الخاص بالمنحة. تمام دي الاوراق المطلوبة. اخر موعد للتقديم في هزي الفرصة. التقديم في الفرصة دي متاح طوال العام. ما فيش ديدلاين دي الابليكيشن. اه هو متاح التقديم في اي وقت. لان يعني لما بتقدم وبتتقبل بيكون فيه اتفاق بينك وبين المؤسسة على موعد الصفر وموعد بدء البرنامج. لان دي مش منحة دراسية. دي فرص التطوع. فبالتالي بيكون فيه اتفاق بينك وبين المؤسسة على موعد الصفر وموعد بدء البرنامج. مدة التطوع في هزي الفرصة من ستة اشهر على الاقل حتى سنة كاملة. يعني الحد الاقصى انك تقعد معاهم سنة. والحد الاقل تمام? اللي هو المينموم عشان آآ تنضم ليهم هو ستة شهور لازم تقعدهم معاهم. والحد الاقصى سنة. تمام كده? ده بالنسبة للمدة التطوع. والبرنامج ده بينتهي يعني خلاص الناس كلها لازم تكون خلصت في واحد وتلاتين اغسطس الفين واحد وعشرين. ده اخر موعد للبرنامج. انت هتكون خلصت البرنامج معاهم بحد اقصى واحد وتلاتين اغسطس الفين واحد وعشرين. هنا عندنا ملاحظة بقى ركزوا فيها كمان. ان احنا آآ طبعا كاكونات منح من كل الالوان بنوفر خدمات اضافية وخدمات كتيرة جدا. زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها. يعني لو عايز تقدم الفرصة دي آآ بشكل احترافي متاح. تاني خدمة كمان احنا بنوفرها يا خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي. لو انت عايز تجاهز اوراق تستخدمها في التقديم لأي منحة متاح. دي خدمة تانية. خدمة تالتة كمان احنا بنوفرها ويا خدمة التقديم لأفضل وارخص الجامعات في افضل الدول للدراسة في الخارج. لو عايز تدرس على حسابك الشخصي برضو بنوفر خدمة التقديم للجامعات. ففيه تلات خدمات بنوفرهم. ولو عايزين انكم تقدموا لأي خدمة من هزي الخدمات فهتلاقوا رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب هنا كمان هتلاقوا عندنا آآ التقديم للمنحة والاعلان الرسمي. تعال انبص سريعا كده على الاعلان الرسمي للمنحة. هتلاقوا فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها. آآ ده طبعا الموقع الرسمي اللي هو اه طبعا بيقدم فرص كتيرة جدا. ومن ضمنها موجود على الموقع الفرصة دي. هتلاقوا كل التفاصيل هنا بيقول لك الفرصة اخر موعد لها من آآ يعني واحد وتلاتين اغسطس الفين واحد وعشرين. الدول المتاحة هنا منها الدول العربية اللي احنا ذكرناها. هتلاقي التفاصيل هنا التكلفة اللي بتوفرها او التمويل اللي بيوفروا المنحة. كل الشروط وكل المميزات والتفاصيل هنا في الموقع الرسمي. تمام كده? طيب. تعال دلوقتي نشوف ازاي ممكن نقدم في الفرصة دي. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان هنا عشان يفتح معاك التقديم. طيب هيفتح معاك التقديم بالشكل ده. طبعا انت كمستخدم جديد لاول مرة هتستخدم آآ الموقع فانت لازم تروح تعمل تسجيل دخول الاول. تمام? يعني لازم تروح تعمل تسجيل دخول الاول. فهتلاقي حاجة اسمها تضغط عليها. على من هنا. وتكتب اسم الاول ليك اسم العائلة تكتب الايميل بتاعك وتأكد الايميل بتاعك وتعمل تكتب الارقام اللي ظهرها عندك هنا في في المستطيل ده. وبعد كده تضغط علي بعد كده بيوصلك رسالة على الايميل بتاعك بتفعل هذه الرسالة وبترجع للكلمة هنا تمام? آآ وبتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الباسورد وبعد كده بتخش للابليكيشن وتكمله. كنا شرحنا سابقا في فرصة كانت على نفس الموقع وكنا شرحنا ازاي ممكن تقدم في الموقع ده. آآ في فرصة تطوع في بلجيكا وفرصة تطوع في آآ المانيا برضو ايضا سابقا. ففي صندوق الوصف آآ في في اعلى الفيديو دلوقتي هيزهر لكو شريط كده في فيديو سابق عن فرصة تطوع في بلجيكا. وكنا شرحنا فيها كيفية التقديم على الموقع ده بشكل تفصيلي. فبالتالي احنا مش هنكرر هنا الشرح وممكن تتجهوا لهذا الفيديو وتفهموا اكتر ازاي ممكن تقدم وتعملوا بروفايل على هذا الموقع. وبعد طبعا لما تملى وتعمل بروفايل على الموقع تروح بقى تقدم للمنحة وترسل خطاب ان هي الخاص بيك وتقدم للمنحة. تمام كده? فبكده بقى احنا شرحنا المنحة كاملة والمميزات والشروط بتاعتها وكل شيء مميزاتها عديدة وكتيرة جدا من النادر انك تلاقيها في منح اخرى. فبالتالي اللي هم مهتمين يا ريت تقدموا لها. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بول لكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.